أستاذ البقالي اليوم أنت رئيس جماعة قروية لك اتصال مباشر بالوسط القروي بالساكنة أبرز الاحتياجات هل البرامج تنعكس بشكل مباشر وملموس على معيش المواطن شكرا أستاذي المشكل الكبير الذي يعرفه العالم القروي هو أنه هذا البرامج الحكومية الأرقام الضخمة التي تعلن لها الحكومة لا نرىها في أرض الواقع لا نعيشها في الجماعات القروية التي كانت نسيرها إذا نرى واحد الرقم 95% من الرابط بالماء الصالح للشرب هذا الرقم رأي هو خيالي نعطي مثال للإقليم الذي نعيش به تسقط المطارية أكبر عدد تسقط المطارية للسعيد الوطني ولكن نسبة الولوج للمأسالية للشرف أرقام اللي هي أوفيسية يعني رسمية ما كتفوش 62% ما كتفوش 62% علما أن هذا الأرقام هي ملغومة بحال ما قالوا الإخوان ملغومة باياش أن هذا الرقم هذا تعطيه غير ذلك النفورة اللي دارت في مركز وفيها بزبوز والهروبيني إذا وجدت وكنت حسبوه جامع الساكنة لهذا الدواواء الرقم الفعلي اللي جابه التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي كان أخ نيزر باراكا كيترأسه هو يعطاه واحد الرقم ديال 39.70% ديال الرابط الفرضي هذا هو الرقم اللي خاصنا نحتكمو له يعني أرقام اللي هي كبيرة وأن الواقع المعاشي هل نحن في سياق التحسن فيما سبق لم يكن حتى هذا الربط المركزي في الدوار أو المدشر لم يكن اليوم متوفر وهناك نسبة من الولوج الفردي هل نحن في إطار تقدم أم أن الأمور تتراجع هذا الذي يريد أن نطرح هو كسؤال طبيعة الحال طبيعة الحال سيكون هناك تقدم لن قشحنا في المغرب طبيعة الحال كانت تقدم ولكن ليس بدك الواتير اللي ينصدرها الساكنات على المقرون هناك مثلا واحد المشروع ديال ربط من سد الوحدة أكبر سد في المغرب المجموعة ديالأقاليم منهم إقليم شف شون إقليم تاونات إقليم وزان اللي هو نطالق في 2009 لحد السنة في 2019 ما زال ما استفدتش هات الساكنة من الماء الصالح للشرب وكنشوف هاتش في الاحتجاجات اللي كانشوفها كل سنة مطالبة ديالهات الساكنة بالماء الصالح للشرب هو حق جد مشروع واحد مليون و300 ألف ديالساكنة ديال المغرب ما عنداش تضب في العالم القروي لا تسوفر على الكهرباء هاتهما الأرقام اللي أريد أن نركز عليها نواصل مع الأستاذ السعيد الليل